السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المنير في النشاط العلمي للسنة الخامسة التدائي الوحدة السادسة في هذه الحصة لدينا درس محافظ على الماء في الصفحتين 76 و77 نبدأ هذه الحصة بالملاحظة والتساؤل ونقرأ هذه الوضعية صافر زهير إلى مدينة أخرى عند عمه ففوجئ بانقطاع الماء من الصنبور وعندما استفسر عمه أخبره بأن الانقطاع يتكرر يوميا في ساعات محددة من النهر فإن دل هذا فإنما يدل على ندرة الماء في هذه المدينة وبالتالي سنطرح هذا التساؤل ما سبب الانقطاع المتكرر للماء في المدينة إذن الإفتراض الذي سنفترضه السبب في انقطاع الماء هو قلة الماء الصالح للشرب في المدينة إذن أولى الماء العدب بصفة عامة إذن نختبر هذه الفرديات ونبدأ بالنشاط الأول لتوفير الماء في المجالات المختلفة ننجأ لتعبئة الموارد المائية بطرق مختلفة إذن عندنا هنا أربعة دي الصور إذن كلها تساعد على تعبئة الموارد المائية إذن في الصورة إذن السؤال أذكر الطريقة المعتمدة لتوفير الماء في كل صورة إذن الصورة إثنان إذن في الصورة إثنان لكي يحصل الإنسان على الماء يلجأ إلى حفر الآبار فهذه الآلة هي لحفر الآبار إذن الطريقة المعتمدة هي حفر الآبار ثم في الصورة الثالثة يلجأ الإنسان في هذه الحالة إلى بناء السدود لأن السدود لا تترك الماء يجري لكي يصب في مياه البحر أو البحيرات وبالتالي لكي يحتفظ بالماء يقوم بإنشاء وبناء السدود إذن في هذه الصورة لدينا السدود إذن الطريقة المعتمدة هي بناء السدود إذن السدود يلجأ الإنسان إلى بناء السدود في الصورة أربعة في بعض المناطق التي خاصة صحراوية في المغرب مثلا مدينة أقادير لكي يتم الحصول على الماء العذب فيتم اللجوء إلى تحلية ماء البحر إذن تحلية وهذه التحلية تمر بعدة مراحل تحلية ماء البحر ثم في الصورة الرابعة فهذه الطريقة تسمى معالجة المياه المستعملة إذن عندنا مياه عادمة يتم تطهيرها حتى تصبح مياه عذبة إذن هنا العملية هي معالجة معالجة المياه المستعملة تحولها إلى مياه عذبة هي مياه عادمة هي مياه عادمة وغير صالحة للاستعمال ولا للشرب ويتم تنقيتها وتطهيرها حتى تصبح مياه صالحة للشرب والاستعمال إذن هذا بالنسبة للنشاط الأول ننتقل إلى النشاط الثاني تؤدي نذرة المياه والجفاف إلى انعكاسات سلبية على الإنسان والكائنات الحية تمثل الصور الآتية بعض مظاهر هذه الانعكاسات إذن دبحنا شحنا الإنسان كيف يسعى إلى البحث عن المياه العذبة ولكن في بعض المناطق لا يتحقق ذلك إذن في هذه الحالة سوف نرى المظاهر التي قد تؤدي والنعكاسات التي تسببها نذرة المياه في بعض المناطق إذن هنا أصف العكاسات السلبية المنتلة في كل صورة إذن سوف نبدأ بالصورة السادسة إذن بالنسبة للصورة السادسة إذن بالنسبة للصورة السادسة هنا يبين لنا هذا طيفل يعني نحيف يعني طعيف البنية الجسمانية إذن نذرة المياه ما هي السببات؟ إذن نذرة المياه تؤثر على صحة على صحة الإنسان يعني سوء التغلية ظهور أمراض إلى آخر إذن هنا الصحة تمشي الصورة السابعة نذرة المياه شنو الأطر السلبية تؤدي إذن تؤدي النباتات تؤدي النباتات حتى تموت بصفة عامة الصورة الثامنة نذرة المياه تؤدي إلى نفوق الحيوانات نفوق الحيوانات وموتها نفوق الحيوانات لنعدم المراعي لعدم إذن لعدم وجود مراعي إذن هنا يمحيط لا يمحيط الأمطار لا يتساقط لو أنها تساقطت الأمطار ستكون المساحة خضرة ولكن المساحة هي جافة وبالتالي هذا سيؤدي بنفوق هذا الحيوان وموته وانقراضه في بعض الأحيان بالنسبة للصورة التاسعة الصورة التاسعة يلجأ الإنسان بحل دباد السكان يلجأ سكان إلى قطع يلجأ السكان إلى قطع مسافات طويلة للبحث والتزود بالماء بالماء الشروق والعذب إذن هذه من خلال هذا الصور يعني تعرفنا على أثار ونعكسات النظرة المياه بطبيعة الحالي إذن نتقل إلى نشاط التعليق الاكتيبية نميغو 3 الفوتو سويفان تشعر كالكوز أسبي دو قاسبياج دولو إذن هنا كيبان يعني الهضر ديال الماء والضاياع نتعى الماء في خلال هذه الثلاثة ديال الصور كيبان الهضر نتعى الماء إذن لقاسبياج دولو إذن طغمي لزأسبي دو قاسبياج دولو أنا 1 2 3 إذن سنقرأ واحد إرغيقاسيون تخاديسيوني دي كيلتور كانال ديرغيقاسيون كاسي إتوليزازيون دي غرون كونتيت دو pour laver une voiture إذن هذه هي رقم واحد هي هذه علش هذا السقي هذا هذا الإرغيقاسيون باستعمال طرق تقليدية يعني داب مثلا السواقي مثلا السواقي يعني كي تم الهضر ليس بحل داب والتي هنا كطرق مثلا مثلا الطريقة التنقيط فهي تحافظ على الماء ولكن هذه الطريقة فيها ضياع وهضر للماء الصالح للشرب وبالتالي هذه رقم واحد هنا كان السقي ينتع الري تهرس وبالتالي هنا يقع الضياع ينتع الماء هذا رقم جوج رقم ثلاثة استعمال كمية كبيرة من الماء من أجل غسل الصيارة هذا رقم ثلاثة هذه ثلاثة المظاهر من خلالها يتم الهضر ينتع الماء للماء نحن للماء السؤال هذا هو كتب الأرقام كيف يفعل كيف يفعل الماء الماء في الضياع كيف نحفظ على الماء في كل حالات من الحالات الثالية هنا بالنسبة للصورة واحد وجوج يجب 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 يستعمل الماء يجب الماء الماء يجب الماء يجب مثلا حفر الضار تحدي الماء المال هذه طرق التي تستعمل من أجل الحصول على الماء ثم ندرة المياه تؤدي إلى عواقب ندرة المياه تؤدي إلى عواقب وخيمة سواء على البيئة سواء على الكنساء سواء على الكائنات النباتية منها والحيوانية ثم تطرقنا أيضا إلى كيف يجب الحفاظ على الماء وتجنب استعماله في مختلف المجالات ننتقل إلى رابعا ستمر لك الاكتبات نمو 1 لكي تستعمل الماء يستعمل مختلف مختلفة نسمي الهنة الماء المعيز الكوة دو لامير المأد على البحر. دي سالمون كرزي دي بي كونس تخوير دي بغاج. دونك هنا يهد دي سالمون يعني هنا شنو يهد دي سالمون دي سالمون يعني خسنا نرجعوها عدبة ما تبقاش ماليحة دي جاية من صالة دابالو دو لامير اي صالة خسنا نرجعوها عدبة إذن شنو كنستعملو عملية ديال دي سالمون يعني كنحيدو منو الملح باشكي ولي مأد عنا كرزي دي بي كرزي دي بي يعني غدين نحفروا الآبار إذا حفرنا الآبار غلقاوا المياه اللي جاية في الجوف نتعى الأرض تلك الماء ذلك الماء اللي تتصربة إلى جوف الأرض فباش نوصلوه كنحفروا الآبار لو دي غيفير إلا بغنا نستغلو الماء نتعى النهر كن نشأو السدود اللي هما لبغاج النشاط رقم اثنان الماء ومادات حيوية يجب ترشيدوا استعمالها أصنفوا العمليات الآتية في الجدول مستعملا الأرقم إذا أولا أتركوا صنبور الماء مفتوحا عند غسل أثناني هذا السلوك هل هو إيجابي أم سلبي إذا هذا السلوك سلبي نخليوش الصنبور مفتوح وحنا كنغسلوا أثنان أغسلوا الصيارة باستعمال سطل من ماء نعم إذا كما تطرقنا قبل لاحظة قلنا انضوائي تلوزي لسوق إذا هنا رقم جوج سلوك إيجابي ثلاثة أرمي النفايات المنزلية في مجرى الوادي إذا هذا سيلويت الماء وبالتالي هذا سلوك سلبي أصلحوا أنابي بالمياه عند ملاحظة تصرب الماء إذا هذا سلوك إيجابي لماذا؟ لأنه يكون تصرب الماء يكون الضياع والجريان والهضر هنا قلنا نبدلوا الروبيني خامسا استحموا في المنزل بملء حوض الاستحمال إذا هنا بطبيعة الحال استحموا في المنزل بملء حوض الاستحمال ليس ضروري من الحوض الاستحمام يعني يقدر أن نستعمل غير شوية وبالتالي فهذا يضيع الماء إذا هنا يبقى إيجابي لذلك الاستحمام يجب أن يكون بالقدر الكافي من الماء فقط سادسا ننظفه أمام بيتي بواسطة المي كناسة هنا يمكن أن نستعمل الآن الماء والكراطة نستعمل الآن المي كناسة لذلك أفضل لأنه حافظ على الماء إذا ما نلجأش للماء إلا في الضرورة بل الماء هنا خصنا من خلال هذا الدرس خصنا ما نستعمل الماء إلا للضرورة ملحا سابعا أنضفه أمام بيتي بواسطة خرطوم السقي إذا هذه العكس انت على السطل وبالتالي هذا السلوك رقم 7 فهو سلوك سلبي ثامنا أستعمل كأس ماء عند غسل أسناني نعم إذا هذا عكس رقم 1 وبالتالي رقم 8 فهو سلوك إيجابي إذا ننتقل إلى النشاط الثالث البرنامج الوطني للماء بالمغرب بتاريخ 13 يناير 2020 تم توقيع الاتفاق إلى الإطار للبرنامج الوطني للتزود بالماء الشرب ومياه السقل يهدف البرنامج لإنجاز عدد من السدود ومحطات تحلية ماء البحر لتوفير الماء الصالح للشرب وترشيد استعماله في المجال الفلاحي إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة في سقل المساحات الخضراء بعد معالجتها إذن السؤال ألف ما مصدر المياه التي يعتمد عليها البرنامج إذن المياه التي يعتمد عليها البرنامج إذن كان لدينا ماء مياه الأنهار ولا مياه السدود مياه السدود هذا المصدر الأول عندنا مياه تحلية مياه البحر وعندنا معالجة المياه العادمة معالجة المياه العادمة يعني المياه العادمة بعد معالجتها يتم استعمالها ثم تحلية المياه ذي البحر لما لحكت ولي قابلة للإستعمال ثم مياه السدود بعد بناء السدود إذن سؤال ما هو المجال الذي تستعمل فيه المياه العادمة بعد معالجتها إذن المياه العادمة فش كنعالجوها ما كنشربوها تقريبا إذن كتستعمل في المجال الزراعي وسقي المساحات الخضراء وسقي المساحات الخضراء السؤال جيم أذكر تقنية تستعمل في ترشيد الماء في المجال الفلاحي إذن هي استعمال تقنية استعمال تقنية الري بالتنقيد الري بالتنقيد اللي كنقول لها القتاقود بالتنقيد إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول درس أحافظ علينا من كتاب المونية في النشاط العلمي للسنة الخامسة